ليست وجهة جديدة يخوضها العراق للبحث عن شراكة اقتصادية واعدة إنما هي خطوة أولى في عهد الحكومة الجديدة للمشاركة في قمة أقطابها الصين والخليج ودول عربية الحكومة أوضحت أنها تبحث عن اكتساب خبرة التجارب الصينية في قضايا مهمة كالتغير المناخي والانتقال إلى اقتصاد السوق القمة التي يشارك بها عملاق آسيا الاقتصادي على طاولة خليجية عربية لها دلالات أحدثت صدا واسعا لما ستنتج عنه الخطوات الاقتصادية ومدى تحقيقها بما يخدم بغداد سيما في ملفات مهمة كالانفتاح على المنطقة والعالمة ثلاث قمم ستعقد خلال زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض مع العاهل السعودي وولي عهده وقادة دول الخليج ثم زعماء دول العربية ترجح بحسب اقتصاديين تشكيل عالم متعدد الأقطاب في مواجهة الهيملة الأمريكية سيما بعد أن تبدلت أوراق العلاقات السعودية الأمريكية باختلاف على ضخ النفط التي بحثت عنه واشنطن في الرياض لسد فجوة أحدثت الحرب الروسية على أوكرانيا معالم متعدد الأقطاب يراها مراقبون مهمة للعراق على وجه الخصوص في إيجاد طريق جديد غير تلك التي تعتمد على القطب الواحد بما يحقق تنفيذا عمليا لمشاريع ورؤى اقتصادية تكرر الحديث عنها سنوات ماضية وعلى لسان حكومات متعاقبة وللعراق باع طويل في لغة مشتركة مع الجانب الصيني سيما فيما يتعلق باتفاقيات سابقة لم تكن المعضلة في تلكئها ضعفا من العقل الصيني أو العراقي إنما أرجعها مراقبون إلى ترهل إداري وقضايا فساد وهيبة دولة مفقودة على يد نفوذ أحزاب متسلطة تقف في وجه الاستثمار عملت على تحويل العراق إلى بيئة طاردة في كثير من الأحيان ومع السعودية خصوصا والخليج والعرب عموما والصين التي تبحث عن تقديم عروض وخبرات تنافس بها النفوذ الاقتصادي الأمريكي في المنطقة والذي له كارهون كثر كطهران والرياض اليوم يرجح محللون أن تجمع الصين عوامل مشتركة بين بغداد والرياض في إيجاد طريق ميسرة للشراكة مع الصين كقوة اقتصادية تريد العمل للقول أما حكومة بغداد فما عليها بحسب مراقبين سوى أن تستغل فرصة كبيرة في قمة متعددة الأقطاب ما يحقق منهاجها الذي ينتظره الشارع العراقي بما ينعكس أمامه من مشروعات واقتصاد واستثمار يعيد هيبة دولة تمزقت فأهدرت فرصا سابقة لم تحرك عجلة الصناعة والزراعة والتجارة والطاقة وأوراق كثيرة ممزقة في صفحة الطموحات العراقية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة